السلام عليكم معاكم ميس نيلي سعيد لو اول مرة تعيق تابعني اشترك في القناة وفعل الجرس اشاني وصلك الفيديوز الجديد اول باول ولو تابعني اعمل لايك اعمل شير للفيديو بفرح جدا بالكومنس اللي بتسيبها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله هنراجع مراجعة نص السنة لتايم فور انجليش للجونيور 5 انا اشتريت المراجعة بتاعة المعاصر تمام دي المراجعة لنزلة بتاعة ايه نص السنة وقلت احملها معاكم واقول لكم على اهم حاجة وان شاء الله نوضح النقط ان شاء الله اللي هديجي بإذن الله في الامتحان نشوف الاول الامتحان شكله ايه الامتحان بتاعي بيبتدي الاول باول سؤالين listening اول سؤالين دول بيبقوا listening طيب السؤالين دول ما تحلش فيهم اي حاجة ما تعملش فيهم اي حاجة لحد ما يجي اي teacher ويبتدي هو يقولك حط circle ايه على كلمة ايه او اكتب ايه الكلمة الword اللي نقص اللي انت هتزودها حتى يا ميس لو عارف الكلمة او حتى لو عارف الكلمة ما تكتبش حاجة لما يجي teacher ويدخل يمليك هو بنفسه السؤال الاولاني حيدخل ويقولك كلمة انت عندك في كل واحدة في اتنين كل واحدة في اتنين ممكن بيبقوا تحت بعض وممكن يبقوا جانب بعض تمام هيقولك واحدة منهم تعمل عليها circle زي ما انا عاملة كده مش تعمل لي خط ومش شرط لا circle هو بيقولك listen and circle تمام هو حيخش يقول فانت هتعمل سواء بقى دحت بعض جنب بعض زي ما قلتلك السؤال اللي بعده هو مش هيخش يقولك الكلمة لأ هو هيخش يقرأ الparagraph ككل وانت تسمع تشوف مين الكلمة اللي نقصت في الجملة اللي قدامك يعني فلازم تبقى منتبه قوي واخد بالك قوي من الكلمة اللي هتتقال لانه مش هيخش يقولك اكتب time o'clock breakfast ويبقى اول سؤالين عندي listening تمام طبعا الليسنين ده الجزء الاولاني بيجي من الجزء بتاع الفون export اللي هو بيبقى اخر listen في اليونت وده بيجي دايما من الديالوج اما الديالوج اما الميني دالوج بس غالبا بيجي من الديالوج وطبعا بيبقى من اللي علينا مش بيجي بحاجة من برا تمام نيجي هنا وده جديد السنة دي عليكو في جونيور 5 اللي هو الاود وان اوت مش ده الجديد انه هو عايز a word to replace the word حط كلمة مكان الكلمة ديت تكون ماشية مع التلت كلمات التانين ازاي بقى يا ميس وقصد و ايه هقولك pots و forks و bands التلت كلمات دول ادوات مطبخ يعني حلل وتصاط و شوك انما كلمة dogs ملهاش علاقة فاحنا عملنا عليها circle مش خط بيقولك circle حطينا عليها circle وبعدين شوف احنا عندنا تلت ادوات مطبخ يبقى نجيب كمان اداة فانا حطيت بقى عندك plates dishes spoons المهم ان هم حطتهم plural شايفين plural جمع اخرهم pluraless فبالتالي لازم انا كمان اجيبهم plural وحط dishes تمام يبقى جبها لي singular حطيتها مفرد حطيتها مفرد اجيبها لي جمع حطيتها له جمع تمام كده طيب بيقولي juice lemonade water لو لاحظت ان التلاتة دول سواي liquid صح انما كلمة salad ده اكل ما بيتشربش فبالتالي انا محتاجة اشيل salad وحط مكانها كلمة اي liquid بقى بنشربه عندك milk tea coffee اي حاجة بتتشرب breakfast cheese bread دول ثلاثة بيتتاكلوا صح انما three ده number فانا شلت three وحطيت اي حاجة تانية بتتاكل هو هنا بمعان وقاللي breakfast فانا ممكن احط لانش بقى لو مكانش اقال breakfast مكنتش احط لانش بس ممكن تقول بقى chicken fish eggs اي حاجة friday monday tuesday بص بقى معاي عشان نحل السؤال ده لازم تبقى حافظ ايام الاسبوع تمام لازم تبقى حافظ شهور السنة لازم تبقى حافظ seasons اللي اربع فصول بطوعنا اللي هما winter spring summer autumn او او fall لازم تبقى حافظ ايام الاسبوع لان هنا دلوقتي انا عندي ثلاث ايام الاسبوع اهو فانا حطى راشيل ماي ده شهر واحطي يوم من ايام الاسبوع تمام لازم تبقى حافظ colors numbers الحاجات دي كلها لازم تبقى محفوظة ده الاساسيات بتاعتنا ماشي طيب انا شيلتها وحطيت sunday اي يوم بقى يعجبك blue red green decolors فانا حطيت اي color من عندي خلاص يبقى old one out هشوف التلاتة اللي ماشيين مع بعض مين اللي مش ماشي معهم اشيلها واجيب واحدة تمشي مع التلاتة اللي ايه الموجودين خلاص طيب نشوف هنا السؤال ده يا هيجي ده اللي هو قطع ناقصها كلمات وكلمات موجودة قدامك فوق يا هيجي passage مش الاتنين مع بعض passage اللي هي القطع اللي عليها اسئلة وغالبا بيجيبها القطع اللي عليها اسئلة يعني 90% بتيجي القطع اللي عليها اسئلة لو جد دي بتبقى سهلة الكلمات قدامك فوق بس يا دوب كده بتحول توفق وطبعا بتيجي منين بتيجي من الكلمات اللي بتبقى على word time الجزء اللي هو listen to من اي unit خلاص ودي بتبقى سهلة بس طبعا ممكن يجيبها في present وممكن يجيبها في past خلاص الجزء بقى بتاع القطعة انت تقرى القطعة كويس جدا احيانا يقولك امتى وتلاقي اول كلمة هي اللي بيتقول فيها يعني مثلا يقولك last summer الصف اللي فات ويقعد يحكي لك بقى الحاجات اللي حصلت في الاخر يقولك عملت ايه ولا امتى رحت فالاجابة كانت اول كلمة اللي هي last summer الاجابات بتبقى مباشرة مع عادة ممكن يجيب لك سؤال واحد مثلا يقولك I walked to school انا ماشيت للمدرسة فالسؤال يبقى how did you go to school اقول له on foot تمام واحيانا بيسألني سؤال يقولي do you او does she او did اي حد في الاجابة بتبقى ياس و no بعمل الكرس وبقول له ياس او no على حسب اللي انا قريته فوق خلاص طيب ال passage بيبقى عليها ثلاث اسئلة كده true or false صحة وغلط ولما يجيح اللهم هتلاقي التلاث جمل كده truth اذا كان true or false يعني هتقرق جملة لو جملة صح هتحط علامة صح تحت كلمة true طب لو جملة غلط هحط علامة صح تحت كلمة false وكل جملة قدامها مربعين تمام يعني الجملة دي يتختار true يتختار false الجملة دي يتختار true يتختار false الجملة دي يتختار true يتختار false مش كل مربع تبع جملة لا كل جملة قدامها مربعين عشان بشوف ولاد بتطلعبط في الحتة دي تمام السؤالين دول هتلاقي إجابتهم موجودة فين في ال passage اقرب الراحة والأسئلة لحد يمكن junior 5 يمكن نادر أنه ما يجي لك سؤال لافف شوية غالبا بيقوا كلهم مبشرين تمام إلا لو قال لي walk فيقول لي on foot أو my father drove us سأبين يبقى احنا رحنا بايكور حاجات بسيطة كده وساعات يقول لي عدد الفاملي how many how many people in this family كم عدد الناس لازم تقرأ بقى تعد اللي بيتكلم اللي بيقول I ده بني آدم تمام لو قال لي my parents أو father و mother دي تنين my parents برضو اتنين لأن parents يعني الوالدين أب و أم قال لك بقى my brother my sister grandfather grandmother عد بقى تمام نيجي لجزء بتاع rearrange الجمل دي بتيجي من الدرس ذاته مش هجيب لك حاجة من بره خلاص فأنت تمشي إيه عندك الفاعل subject auxiliary بتاعك والفعل المساعد وبعدين verb ولو في complement بقى التكملة بتاعتنا يعني مثلا مونا أدي الفاعل lessons أدي الفاعل lessons بتاخد حرف جارة two يبقى lessons two وأدي stories أو music على حسب الموجود she cooks أدي الفاعل والفعل our breakfast did you say turn right did you say هل أنت قلت turn right دي جاية من الديالوج what أدي الفاعل المساعد بتاعي did they do what did they do وده الفاعل الأساسي بتاعي فالجزء ده برضو بيبقى سهل مفوش إن شاء الله مشكلة تيجي بقى الإيه لده الأول خلينا في punctuation الطالب مني أغير حاكتين وساعت بيبقوا ثلاثة سنة يعني الحاكتين أو التلاتة دول ممكن يبقى اسم عايز الكتب in capital letter يوم من أيام الأسبوع عايز الكتب in capital letter كما نقصة في آخر الجملة في آخر السؤال الحاجات دي مهمة جدا تمام الشهور أيام الأسبوع أسامي الناس كل ده بيكتب in capital letter فبصت كده معي بيقول لي I met Hibba and Mona yesterday هتلاقي Hibba كانت مكتوبة small فأنا عملتها in capital letter ومونا برضو small خليتها capital وقدي الفلسطاب لأني دي جملة إنما هنا بيقول لي is طبعا ده سؤال فحط تعطون question work is sami going to come on monday وحطيت monday in capital letter طبعا عملها ازاي في الامتحان يا ميس حضرتك هتعيد الجملة كلها تاني وبعد ما تعملها وتغير الحاجات أو الحاجة النقطة للفلسطاب اللي نقص أو question work أو comma أو apostrophe وبعدين تحط تحت الحاجة اللي تغيرت بعد ما تكتب الجملة متغيرة خط صغير كده إنت عملت كابتلة الام حط تحت خط حط خط حط خط تمام من خمس جملة وفي كتاب تاني بيقول four فانت أقرأ بقى أشوف حيطلب منك four والله five وزود برضو جملة اللي هو طلبه أزود يا ميس بس وأنا عارف أكتب الفور اللي هو طالبهم عشان أزود تعال أقول لك هتعمل إيه أنت تدص أول حاجة على الصورة وتكتب أول جملة من عندك I can see I can see ودي الجملة الوحيدة اللي أنت عطول بتكتبوها أساسا طيب أول حاجة I can see أنا شايف إيه في الصورة أنا دايما بكتب البشر ما ليش دعو الحاجات اللي في الأرض فأقول لك I can see some people I can see some children أنا شايف بعض الأطفال I can see a man and a woman I can see a girl and a boy يبقى I can see واكتب الحاجة اللي أنت شايف وبعدين تاني حاجة أقول لك الناس دي أو الشخص ده فلو مفرد هقول لك he is لو بنت she is لو جمعي يبقى they are إن أو أت والمكان يبقى أول حاجة I can see وإن الحاجة اللي أنا شايفها طيب أول حاجة أخد بالك ده بارغرف يعني لازم أول جملة تسيب space عنقص عليها يميس البنكتواشن بتاعد دايله كله بتتحسب عليه فأخد بالك يعني إيه يعني الspace أول حرفة في الكلمة بيبقى capital الفلسطاب اللي بعد كل إيه جملة ما بتخلص أبتدي جملة بحرف capital كل ده بتتحسب عليه الفلسطاب الأباسروفي القامة فركز بقى مش بس الspelling لا أنت بتتحسب على البنكتواشن فأخد بالك بقى حاسبي space أبتدي أول جملة I can see واشوف أنا شايف إيه قدامي مين البني أدمين اللي قدامي هما فين they are in أو at والمكان وبعدين اكتب بقى جملتين أو تلاتة مين بيعمل إيه يعني هنا واحد بيركب التاكس أو واحد طلب تاكس فهقوله إيه أمان آمان وخد بالك مان ما بتمشيش لوحدها يا إما ذا مان يا إما آمان شخص ماشي أو takes a taxi مثلا أو is taking أنا دائماً بحب أمشي في البارغراف في present continuous يعني أم وإز وار والverb في آخره I energy لان الحاجة دي بتحصل قدامك في الصورة طبعاً هو خلاص ما بقاش تايب لك كلمات تساعدك فدي أحسن على فكرة لأنه كان بيزنقني بالكلام في جملة ممكن ما كنتش عارف أكتبها إنما لأ دلوقتي برحتك بقى اكتب اللي تكتبه على مزاجك فتقوله أول جملة I can see وشايف مين في الصورة تاني حاجة هما فين تالت حاجة بيعملوا إيه اكتب بقى the man is taking a taxi the girls are walking ماشين في حد بيقطع tickets أهي they are buying tickets ماشي طيب و بعد كده اكتب جملة عن الوضع اللي انت شايف ويعني الناس دي فرحانة فهتقوله they are happy الناس دي بتاكل يبقى جعانين they are hungry الناس دي بتلعب تعبنين they are tired حد مشغول زي ما انت شايف كده حركة كتيرة قدامك فيبقى they are busy وهكذا احنا عندنا اشهر camp paragraph في الفيلم بتاعنا ده او في الجزء بتاعنا ده اللي هو بتاع camp site camp site وال amusement park camp site لو لقيت خيمة في الموضوع ناس عاملة نار make fire كل دي في camp site تمام انما لو لقيت ملاهي زحليقة مرجحة كلام من ده يبقى في amusement park خلاص طيب انا هوريكم الاسئلة عشان فينا ساريكي انه طبعا اشتروا المذكرة ومش لقين لايه الحلول تمام اه ادي الاجابات اهي طبعا الجزء بتاع اللي تشوز سهل بصراحة يعني خد بالك من السؤال اللي زي ده كده بيه كتير لهو ايام ايه فبيحتاج جوز هيبقى ايام ايه فبيحتاج فود يبقى هنغري ماشي وطبعا طبعا لازم حيجي ايام ايز وار جوينج تو والانفناتف لان ده الفيوتر كان علينا الترم ده فلازم حيجي اي حاجة فيها جوينج تو والنصدر خد بالك بمعنى سوفة تمام طيب نيجي نشوف الجزء بتاع الايه الباردو الباردو هنا كان نرسم لأولاد قاعدين بي ايه بيأكلوا وعملين فاير فاير يبقى هما في الكامب سايت فانا برضو ابتدي بجملة i can see انا شايفة a boy and a girl طيب هما فين قلنا at the camp site بيأملوا ايه they are making breakfast مسلا او having breakfast ماشي بيأكلوا they are eating بقى شوف هم بيعملوا ايجز ايجز ماشي هم مبسوطين هم تبيضحكوا they are happy they are hungry اللي يعجبك تمام الاباستروفي اهي عشان بتقول لي يا ميس بتيجي ازاي اهي بتيجي نايسها اباستروفي ادي بقيت الاسئلة اهي تانية للناس اللي بتسأل الاجابات ايه عشان ما طولش الفيديو عليكم هنا برضو الجزء ده بتاع عارفين انتو اليونت بتاع الفود فيستفل مهرجان الطعام والناس اللي راحت الاميوزمنت بورك عشان يشربوا عصير والولد المعيش في الاخر I don't have enough money فانا شايفة دلوقتي اسره امه ايه ولده فاقول I can see a family ميشي they are at the amusement park they are drinking juice بيشربوا juice they are thirsty عطشانين عشان بيشربوا ميشي ممكن كمان اقول ايه lemon juice they like lemon juice ولا ده ايه ده binapple juice ولا orange juice على حسب شوفت هنا الابصرفي اهي الابصرفي اهي احمد's favorite deep obsessive vest هنا الابصرفي بتاعت ارنت تمام ما تنساش تسيب space ادي الاجابات بتاعت الصفحة دي نيجي هنا بص بيقول لي ايه رسم لي ناس قاعدة تاني اهي ماشي ودول ممكن يبقوا في البورك في البورك في الجوردن فبرضو I can see some people they are eating they are in the park او at the park زي ما انت عايز انا كتبالك بيتكلموا بيأكلوا جمال بسيطة وادي الاجابات تاني اهي بيجي للجزء ده عندي هنا تاني بارغراف اهو ودي خيمة بقى دي tent tent يبقى احنا في الكامبسايت ماشي I can see a boy and a girl they are at the campsite ونقول بقى اول ما لقى كلمة خيمة هم put up the tent they put up the tent they are talking بيكلموا the tent is clean الخيمة نظيفة they are happy اكتب اللي انت عايزه وادي الاجابات التانية اهي كمام وادي تاني تانت تاني فيبقى هم في الكامبسايت ودول three boys ثلاث ولاد happy sleep in the tent watching the sunrise يعني جمال اللي انت عجبك كلها سهلة نيجي بس في الحتة دي انا حطيت هنا it's حطيت ال apostrophe انما هنا ندا ليه حطيت هنا كاما وامت حطت هنا كاما بيقولك يا سيدي لو الاسم ده شلته كده من الجملة والجملة ما تأثرتش تعالى نقرأ كده بيقول لي are you in primary five الجملة تأثرت لا are you in primary five يا ندا الجملة ما تأثرتش شلتها او حطتها معنى كده ان النادا دي مخاطب حد بندها لي يعني بقول له ايه انت في سنة خامسة يا ندا لما يبقى كده احط قبلها كاما طب افرد انا بقول له i am going with ندا انا راحة مع ندا يبقى انا كده محتاجة ان انا حط ان انا محطش كاما دي في الجملة دي الاسم موجود في الجملة اساسا تمام انما لو زاد على الجملة احط كاما ماشي هذه الاجابات تانية اهي لما يرسمي حاجة زي كده اقدر اتكلم كتير بقى i can see a woman or a mother she is in the kitchen هي في المطبخ she is baking bread she is hungry انا شي i can see مثلا an oven or there is an oven براحتك ما تنساش ان الاماكن لازم تكتب in capital letter ادي كمان الاجابات نيجي هنا ده سملي فصل ده فصل وفيه pupils pupils يعني تلميذ كل ما لازم تتحفظ pupils تلميذ ماشي يبقى i can see some pupils they are in class the teacher اهي is nice the teacher is reading بتقرأ هي فعلا مسكة وراء they are happy براحتك واضي اللوكسور عشان ده مكان عملته انكبت الالتا ادي الاجابات اهي واضي هنا دول بنات او بنتين واحدين بيستخدموا الكمبيوتر بقى بيلعبوا عليه بينزلوا اغاني هما في البيت طبعا they are at home لانه مش لابسين uniform اه i can see a computer او there is a computer they are using the computer بيستخدمو they are playing games اكتب اللي انت عايزه بص هنا كده دي الاجابات تاني نيجي هنا حاطتلي صورة الفكرة انت الولدين او الولد والبنت اللي كانوا بيتكلموا حتى دخل سألهم قال لهم فين حجرة الميوزك وبتدوا يوصفولو فهنا هي انا بتديت اكتب i can see two boys او some pupils تلاميذ لازم تحفظ كلمة pupils they are at school they are talking they are walking to the music room رايحين حجرة الموسيقى هما بيحبوا الميوزك او الارت الرسم they are happy اكتب بقى كل اللي انت عايزه جملة بسيطة زي ما انت شايف انا مش جملة ما بتعديش مني السطر ما تنساش ما تسيب space تمام ادي ادي الاجابات هنا بعد ايه البراغراف الجديد دول بيأكلوا ما شيف انا ممكن اقول في الجوردن في البورك برحتك I can see a family they are in the garden they are having breakfast اكتب بقى بيأكلوا ايه مثلا هو هنا رسم eggs and beans ادي الاجابات اهي تمام وادي الجزء التاني اهو وادي البراغراف بتاعي دول بيأطاعوا تذكارة السنمة فقال I can see some people they are at the amusement park سوري في الملاهي دي العجلة بتاعت الملاهي they are going on a ride they are buying tickets they are happy وهكذا ادي الاجابات التانية ايه بتاعت ال model test 10 وهنا رسم لي وقبة فنبتدي بكلام I can see some food انا شايف بعض الاكل وابتدي يبقى اقوله انا شايف ايه يوجد there is جامعة يبقى there are there is عشان انا قلت orange juice تمام اه الحاجة المفردة اهي and orange juice some انا عملت هنا or اهي يبقى some french fries عشان جامعة some spaghetti عشان مفرد I can see some green salad the food is delicious والجملة دي اساسية او الملاقي اي اكل اقوله الحاجة دي is delicious تمام ادي الاجابات برضو هنا عندي 3 بنات هم بيأكلوا cotton candy وبرضو في amusement park عندي حد بيصورهم يبقى ممكن اقوله I can see there are some girls they are at the amusement park انا سهلت عليك كده انا شايف ايه هم فين بيعملوا ايه وهكذا الولد ده بيحب بيحب بفصل الفول الخريف اللي بيقطو في التفاح بصوا بيحلم بالموضوع لو الفعل بتاعي I هنمشي في infinitive في المصدر الاجابة ايه نشوف هنا نسملي ولد رايح المدرسة سهلة برضو there is a boy يوجد ولد there is هنا معناها يوجد he is going to school he is walking to school he is carrying his school bag he is wearing a uniform he is happy ما تنساش تسيب space دي فو سحباء فين في البيت في الشاطئ I can see some children اهمت they are on the beach على الشاطئ on the beach على الشاطئ مش in the beach ماشي a girl is flying a kite البنت بتطير طيارة a boy is sitting under the umbrella أعد تحت الشمسية a girl is playing with a dog البنت بتلعب مع الكلب وكلهم are happy وهي دي الإجابة تاني هنا بيقول لي ايه رسملي اتنين قاعدين بيأكلوا فانا قلت ان هما في نطعم I can see a man and a woman they are at the restaurant they are having breakfast مثلا أو لنش أو فود أو أي حاجة they are eating بيأكلوا إيه french fries and beef burger they are happy هما مبسوطين كلمة كده سريعا وانت بتكتب بعد ما تكتب ده ارجع رجع تاني شوف انت كتبت إيه عايز تصلح طول ما احنا ماشيين في البرزنت ارجع اتأكد ان انت ماشي الفعل بتاعك مع I أو you أو we أو they في المصدر إنما مع هي أو شي أو ايد هتزود الاس أو الاس بباعت البرزنت سيمبل لو انت ماشي في الباست ارجع راجع على verb ان هو تكتب منك في الباست تمام يعني كان هتبقى could or هتبقى where تمام eat هتبقى eight وهكذا لو مشيت في الباست يبقى لازم الجمل كلها تمشي في الباست ما تنساش ان ده محتاج space اول حرف بيبقى in capital letter الجملة خلص تحطوط في الوستاب وابتدي الجملة التانية برضو in capital letter وهكذا راجع الامتحان بعد ما تحل الجمل دي ما ترقمهاش الجمل دي كلمة كلها تكتب الجملة كلها تكتب أنا مرقمه عشان الوقت إنما أنت لأ أنت تكتب الجملة مكتوبة بعد ما ترتبها تمام وزي ما ورتك هنا برضو السؤالين دول ما تعملش عليهم خط زي ما أنا عمل أنا عملت كده عشان الوقت لأ أنت تكتب الإجابة كاملة تمام كده الاختيارات بتيجي دايماً من الايه من من الجرامر وكمان من الايه الورد طايم فركز فيها قوي احيانا بيجيب لي هنا صفة يعني احيانا بيجيب لي صفة فالصفة الصفات اللي عندك هتعكس لو احتست قوي يعني هتعكس اي واحدة من اللي قدامك انا بحاول ادور لك على حاجة فيها صفة عشان اوضحها على اساس ان انت لو ما عرفتش تجيب صفة من دماغك هتعكس اي كلمة من اللي قدامك طب انت عايز يا ميسا انا عايز احفز كم صفة عندك جود وبادي حبيبي اسهل حاجة في الدنيا جود وبعد تمام مش لعية لي احي لعقة دي دي المهم اني مش لعية ممكن عدت انا ما اخدتش باي لو لقيت انت محتاج صفة هتجود وبعد اسهل حاجة في الدنيا اسهل صفات في الدنيا تمام احي delicious دي صفة adjective happy hungry التلاتة دول adjectives صفات انما help verb فعل ما ينفعش فانا شلت help ولازم اجيب صفة طب اجيب ال adjective منين قال لي هاتعكس اي واحدة hungry اقوله thirsty او happy اقوله sad فانا جبت عكس ايه happy sad ده اللي كنت قصدي عليه تمام الحيونات الحيونات لازم تبقى طبعا تعرف تكتب اسهل الحيونات عندك الهدوم لازم تبقى عارف اسهل الهدوم عندك كتير او بيجي جزء بتاع pots and bands اللي هي الحاجات المطبخ ركز فيها انا كده لميت على قد مقدر شوية الحاجات وكمان حلت لك وهو الامتحانات عشان اي حد محتاج الاجابات بتاعة الكتاب المعاصر دي كانت المراجعة واهم النقطة اللي انا قلت عليها بتاعة نص السنة لجونيور 5 لو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل share للفيديو بفرح جدا بالcomments اللي بتسيبوها لي اشترك يا جماعة في القناة وفعالوا الجرس اتمنى ان انا اكون قدرت اسعدكم كان معاكم السلام عليكم ورحمة الله